صباح الخير، كيف حضراتكم؟ أنا بصراحة أعتقد ناس كثيرة تشاركني الرأي، أنا لا أستطيع أن أقول فقط تعزيت أو مبساطة، لكن باركت قوي بوعزة أسيس سمحنا الأسبوع اللي فات، فرقت معي فرق رهيب قوي، وحافظها بصراحة عن ظهر خلب، وفاكرت ثلاث نقطة، أشعر أنهم ليس أي ثلاث نقطة، ساعة كثيرة بأسمع وعزات، أشعر ثلاث نقطة، أشعر ثلاث نقطة، لكن مرة الفاتحة أشعر روشيتة الحياتي، يعني أريد أن أسمعهم معكم، لألا ننسى أنه عندما أتعرض لمشكلة، بدل ما أتضايق من ربنا، أنا أقوم بعمل ما؟ أصرخ إليه لربنا، وحاسس نص المشاكل التي أسمعها عندما أقعد أعداد مشهورة، يمكن أن تكون هذه روشيتة بتاعتها، بدل ما تبقى متضايق من ربنا، أصرخ لربنا لأنه في الحل، وثاني واحدة أفضع من الأولانية، أن ربنا سيقول لك أن تفعل شيئا، أنت حاسسها غريبة، والمجتمع الذي حوالك حاسسها غريبة، لكن تستطيع ربنا، وحاسس بباركة غير عادية، والثالثة، أنه ساعات ربنا يفعل أمور لوحدك، أنت هو لوحدك، وفي قوضة مقفولة، أمور خاصة جدا، وحاسس روشيتة رهيبة، فربنا نبارك أسيسان باركت قوي بالوعزة، وفعلا يعني أعود أسمعها ثاني، لكي نطبقها في حياتي، هذه صلاة، أننا نطبق الحاجات التي نسمعها في حياتنا، أنا كنت أعمال لصالي الوعزة النهاردة، دائما أحب أصالي، أقول له، يا رب أنت عاوز تقول ماذا؟ وفي الآخر، حسيت على قلبي قصة شهيرة قوي، أعتقد حفظانها من أننا صغيرين، لكن فرقة جدا معي الشهرين الذين فاتوا، فرقة جدا معي، أحس أن لها علاقة بنا قوي، نحن كمصريين بالذات، لأننا لا نهتم قوي بالأمور التي في هذه القصة، وعمل فرق رهيب في حياتي الشخصية، قصة الأمور الصغيرة، قصة نعمان السورياني، وقصة نعمان السورياني تتلخص أنه ركز على الأمور الصغيرة، نحن كمصريين، لا نركز قوي على الأمور الصغيرة، نحن نهتم بالأمور الكبيرة، ولكن لا نهتم بالأمور الصغيرة، فاكر كنت رحت برنامج، في قناة من القناوات، برنامج جميل، والمعدين جمال، وكل شيء جميل، والمعدات فعلا جميلة جدا، سنبدأ في ساعة معينة، وكنا سنرنم، فقلت للناس الذين هناك، نأتي الساعة كام؟ قالوا لي تعال قبلها بربع ساعة، فحسيت أكيد ستحصل أزمة، لأنه يجب أن نجرب شيء، وذهبنا ربع ساعة قبلها، قمنا نشرب شيء، في الآخر، كل شيء موجود، المعدات موجودة والأسلاك موجودة، ولكن في الآخر، الصوت لا يعمل، لأنه ليس يهتم بالأمور الصغيرة، لأننا، وأعتقد معظمنا، وإطرابنا من وإحنا صغيرين، أن المهم هو الأمور الكبيرة، ليس الأمور الصغيرة، قصة شهيرة جدا حصلت معي، أنا ومراتي، أعتقد أنا السبب فيها، ليس مراتي، لكن في أول الشتاء، قررنا نشتري دفاية، فاشترينا دفاية، وذهبنا دفعنا الفلوس، واستلمنا دفاية كبيرة جدا، حيث تأخذها في حضنك، ورجعت بها البيت، وضعتها، وبعدين هم بدوني واصل، ورقة صغيرة، لا أعرف كم أحد يهتم بالورقة الصغيرة، أنا لا أهتم بها، وضعتها في مكان أنا نسي، ولم استخدمت الدفاية، إلا إمتى؟ عندما بردت، طبعاً، عندما فتحت الدفاية، ماذا حصل؟ عملت أو لا؟ هي صراحة عملت، لكنها كانت مفروضة تضعها على عجلتين، كان هناك عجلة واحدة نقصها، أو العجلتين كانوا نقصين؟ العجلتين كانوا نقصين، فيها شغالة، هي تسخن، لكن لا أعرف ستسخني كيف؟ أنت لا يفع تنايمها على الأرض، ولا تأخذها في حضنك، ولا تعمل بها شيء، والوصلة ضعفة، لا أعرف أن أرجعها، فإننا نضعها في البيت، تحفة أسرية، لا استفدنا بها خالص، لأن يمكن حاجة صغيرة، عبيتة قوي، أنا لم أفعلها، والذي شدني قوي للنص، النهاردة، قصة نعمان السورياني، أنه احتقر أمور بسيطة، فيديو، كنت أرى على اليوتيوب، بره، ليس في مصر، لم أعرف في مصر، فإننا نفعل شيء، لكن بره، كان أحد يسوق شحنة كبيرة، العربية نقل كبيرة جداً على الهايوي، وبدأ يعمل حركة طبعاً، نحن نفعلها خالص لأي حد يسوق، يلعب في الموبايل، وهو يسوق، يختار الأغنية من لستة الأغاني، لكي يسمعها، لكي هذه الأغنية ستريحها، وهو يختار هذه الأغنية، لم يكن أخذ باله أن هناك أربع عربيات، وركنين قدامه على الهايوي، فخبط فيهم، وناس ماتت، وعندما رأيت هذا الفيديو، أترعبت، أزعلت على الناس الماتت، لكن أترعبت مني، لأنني ساعات أقوم بعمل هذه الحركة، من ساعة ما رأيت هذا الفيديو، عندما أحب أن ألعب في الموبايل بركين على جنب، وأعمل شيء ما أريدها، وأقوم بعمل هذا أحياناً، ساعات أقوم بأنني متعود، أعمل هذه الحركة، في القصة المأسوية التي أتحدثتها، لو أخبرتك، ما أصعب شيء في السوقات العربية، ما أصعب شيء في السوقات العربية النقل، سأقول لك ثلاثة شيء مهمين، وأنت تسوق، أول شيء، أن تجمع فلوس العربية لكي تشتريها، بالذات في الزمن الذي نحن فيه، هذا تحدي كبير جداً، أنني جمع فلوس العربية لكي في الآخر أشتريها، ثاني تحدي، وأرجوك أن تتعلم السوق، طبعاً أن تتعلم السوق صعب، أنا أول ما تعلمت السوق في حياتي، كان من نسبة تحدي كبير قوي، أن يرجع بظهري واركن العربية، ليس سهلاً، ثالث شيء سأقول لك، أنك لا تلعب في الموبايل، وأنت سايق، أنت تحسس من هذه الثلاثة، ما هي أدفه واحدة؟ ما هي أصغر واحدة؟ ما هي أقل واحدة؟ الموبايل، لكن هذه هي التي عملت المشكلة، هذه هي التي عملت الأزمة، هذه هي التي موتت الناس، لأنني لم أهتمت بالأمور الصغيرة، أنا أراد هذا، ليس فقط أن نعمنا أحتقر الأمر البسيط، الذي قاله على دهوله، هو الأمور الصغيرة، لا، هذا الإصحح من أول إلى آخر، كلها كلها حاجات صغيرة، يعني الحاجات الصغيرة كلها تحشرت في هذا الإصحح، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه اليوم، لو أعتمد بالأمور الصغيرة التي في حياتك، أعتقد أن حياتك ستفرق جامد قوي، دعنا نقرأ الملوك الثاني، إصحح خمسة، سأتحدث عن كل الإصحح، فنقرأ الإصحح كله، نقرأ كله، أنا ديمقراطي، يعني، يعني، خذ نفس عميق، سنقرأ الإصحح كله، وأنتو عارفين أن يحب على الله في وسط، ما أنا أقرأ، يعني، ربنا معكم، لو تعبتم، ممكن تقعد، سفر ملوك الثاني، إصحح خمسة، يقول كده، كان نعمان، رئيس جيش، ملك آرام، رجلاً، عظيماً، مرفوع الوجه عند سيده، لأن عن يده، عيوزك تركز في الآية اللي جاية، لأن عن يده، أعطى الرب خلاصاً لأرام، أنا عاونة أقف بس عند الحتة دي، أنت مركز إيه ما حصل في الآية دي، سأعرها تاني، لأن عن يده، أعطى الرب خلاصاً لأرام، من اللد خلاص لمين؟ أنا أقول عمري، متعود في العهد القديم، أن ربنا يضع خلاص لشعب إسرائيل، وناس كثيرة تتهم ربنا في العهد القديم، إن ربنا إله منحاز وعنصري وبتاع شعب إسرائيل بس مش بتاع أي شعب تاني تمام الأية دي بقى مش عارب يفسروها إزاي لأن عن يده عن يد نعمان السورياني أعطى الرب والرب دي في العبر يهوى أعطى الرب خلاصا لأرام مش عارف الناس اللي بتتهم ربنا الاتهام ده بتعمل إيه في الأية دي ربنا مع كل الشعوب ربنا بيشرق بشمسه على كل الناس ربنا مع المظلوم حتى لو أنت بعيد عنه لو أنت ظلمت حيجي يجري عليك ويرفعك هو عاوزك هو يدور عليك وكان الرجل نعمان السورياني ده جبر بأس أبرص عاوز نركز في الحتة دي بس لما نخلص إراءة وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة معلش ما تفوتش الجمل كده يعني البنت الصغيرة دي اتخطفت من جيش ملك أرام ملك أرام وجيش أرام بعد ما ربنا أنقذهم وداهم خلاص افتروا كالعادة يعني فأموا خطفوا بنت صغيرة من أهلها دول شابه ناس نسمع عنهم سنتين ثلاثة اللي فاتوا اسأل نفسك كده فعاوزك تتخيل مشاعر ببنت دي ايه بنت اتخطفت من أهلها من الأعداء فكانت بين يدي امرأة نعمان فقالت لمولاتها يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برسه وعاوزك تفكر الجملة دي غريبة ولا مش غريبة على بنت زي دي مخطوفة فدخل وأخبر سيده نعمان بيقول للملك أرام بيقوله كذا وكذا قالت الجرية التي من أرض إسرائيل قالت لي ايه روح للنبي اللي في السامرة حيشفيك الملك أرام قال له ايه انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى مين مفروض نبي إسرائيل بس هو قال له ملك إسرائيل فذهب وأخذ بيده عشر وزنات من الفضة الوزنة فضة تقريبا سبعة آلاف جنيه لو حسبناها دلوقتي فيبقى سبعين ألف جنيه وستة آلاف شاقل من الزهب تقريبا دول يطلعوا تلتمائة ألف جنيه وعشر حلل من السياب يعني ممكن نقول عشر جلاليب أو عشر أمصان واتب الكتاب المرسوم إلى ملك إسرائيل يقول فيه فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك هو إذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برسه هو دل بنت قلته مش هو خالص طبعا كانت عادة حصل أزمة سياسية فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال هل أنا الله لكي أميت وأحيه حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه فاعلمه وانظره أنه إنما يتعرض لي فأليشع قال له هدي نفسك لما سمع أليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول لماذا مزقت ثيابك ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل وهو قصد يقول يعلم أنه يوجد إله بيستخدم أنبياءه في إسرائيل هذا الإله الحقيقي فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت أليشع فأرسل إليه أليشع رسولا يقول اذهب اغتسل سبع مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر فغضب نعمان ومضى وقال هوذا قلت أنا افتكرت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرس وعين بيقول أليس أبانا وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل أما كنت أغتسل بهم فأطهر ورجع ومضى بغيز فإما حصل تقدم عبيده يعني عبيد نعمان تقدمه النعمان عبيده الصغيرين اللي تحته كلمه وقالوا يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله فكان بالحري إذا قال لك اغتسل وطهر عزد 14 غريب جدا برضو مش عارف كم حد فينا لما حد أصغر منه ينصحه نصيحة هيسمعها بس نعمان أمس معها فنزل وغطس في الأردن سبع مرات حسب قول رجل الله فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه ودخل ووقف أمامه وبعدين قدم الهدية فكنين الهدية كانت إيه عشر وزنات من الفضة سقطت ألاف شغل من الزهب عشر حول السيب فقاليش عرفض أبا فعدد 17 وعدد 16 قاليش عبيل قال حي هو الرب الذي أنا وقف أمامه إني لا أأخذ فألح عليه وألح عليه نعمان أن يأخذ فأبا وبعدين عدد عشرين بقى الدراما بتعلم في القصة أوي يعني قصة لو كانت خلص كده كنا نروح مبسوطين بس هي الخصة تخلص غم خالص قال جحزي غلام أليش عرجل الله رجل الله هوذا سيدي قد امتنع أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره أنا بقى أعمل إيه حي هو الرب إني أجري وراءه وأأخذ منه شيئا فصار جحزي وراء نعمان ولما رأه نعمان راكضا بيجري وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال أسلام فقال نعمان سلام سرق قال جحزي سلام إن سيدي من سيدي بقى أليش عاليش عقد أرسلني قائلا هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل أفرايم من بني الأنبياء بيجزب فعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب فنعمان اداله في الآخر خالص بآخر عددين عدد ستة وعشرين أو خمسة وعشرين أما هو جحزي بعد أما خد بقى الفلوس أما هو جحزي فدخل ووقف أمام سيده فقال له أليش ع من أين يا جحزي فقال له جحزي سوري فقال له أليش ع ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل اللي هو نعمان من مركبته للقائك أهو وقته لأخذ الفضة ولأخذ الثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار عدد سبعة وعشرين فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك إلى الأبد فخرج من أمامه أبرس كالثلج نقطة الإصحح يخلص يعني تحس الإصحح قفل كده على صبعنا وسبنا ومشي فأعتقد نهاية صعبة كان ممكن الإصحح يخلص بطريقة أحسن من كده بسійنا هن Cash 거예요 يكلمني لي من يومك نسمع كلماتك مش جاين نسمع كلام بشر ولا نسمع ثقافة شعب ولا نسمع كلام الناس ولا نسمع افكار إنسانية بشرية انما جاين نسمع كلام سماوي مكتوب عن كلمتك ستكبر مكتوب عن كلمتك تفرح القلب مكتوب عن كلمتك عادي أنтомضى من كل keinen صيف دي حدين. يا رب أنا مستنين كلمتك النهاردة أنا وكل شعبك يا رب مستنين كلمة حية. تغيرني وتغير ناس كتيرة النهاردة موجودة. صلاة يا رب أنه لا يفقد أحد. لا يفقد أحد وسطينا. نرجع بيوتنا النهاردة. واحنا فرحانين بيك واحنا مبسوطين بيك واحنا شبعانين بيك. والهم في قلوبنا متزاح. والتعب جوه قلوبنا متزاح. والحمل اللي على كتافنا متشال. بنجري معاك يا رب. عاوزين نجري معاك. نركض معاك. ونفرح بيك في اسم يسوع. بصلي لكل واحد تعبانا النهاردة من ظروف حياته. وبصلي من كل واحد متقلم من ظروف حياته. ويمكن زعلان منك يا رب. النهاردة وضعه يتغير. وزي ما سمعنا الأسبوع اللي فات. يحول عينيه ليك. يصرخ ليك. يقول لك يا رب أنا عاوزك أنت. مش مهم الظروف اللي أنا فيها. إنما أنا عاوزك أنت. يا رب لمسنا النهاردة لمسة قوية باسم يسوع المسيح. أمين. أمين. زي ما أنا قلت الإصحاح ده إصحح الأمور الصغيرة. هحاول أمشي يعني بسرعة كده على أمور بصراحة كتير قوي. كانت بتعدي علي في الإصحاح ده. الإصحاح ده يبتدي بمفاجأة كده. إن البنت الصغيرة اللي اتخطفت من جيش أرام. جيش أرام ده ربنا اداله خلاص في الأول. وبعدين افترى. وظلم الناس. ودخل أرض إسرائيل. وخطف بنت صغيرة. يا قتل أهلها وخطفها. يا سب أهلها أحياء وخطفها. المشهد شبه إيه؟ كما سألت في الأول. أعتقد شبه داعش. هذه قصص اللي نزعل منها قوي. لما نرى على الفيسبوك أو في التلفزيون إن داعش دخلوا قرية دخلوا مدينة دخلوا بلد وخطفوا البنات الصغيرين. وخطفوهم من أهلهم. وسابوا أهلهم أحياء أو قتلوا أهلهم. قصة مزعجة جدا. قصة دي شبه قوي. القصة اللي نقراها هنا إن البنت دي الصغيرة تخطفت يا ترى مشاعرها عامل إيه؟ ومخطوفة عند مين؟ عند رئيس جيش أرام يعني المسؤول يعني الرئيسي عن المصيبة اللي هي فيها. البنت دي مفروض تبقى حاسة إيه بجوة قلبها. أعتقد تبقى حاسة بمرار. أعتقد تبقى حاسة بتعب وأعتقد أنها بتدعي عليه. ده تخيولي وتوقعي. أنا أتخيل مكتوب عن نعمان يعني جملة غريبة جدا ده محور القصة بتاع النهاردة أنه كان أبرس. أنا مش متخيل طبعا مش مكتوبة في كتاب مخدس بس ده تخيولي. مش متخيل خالص أنه هو كان أبرس وبعدين الملك عينه رئيس جيش أرام. أتخيل أن البرس جاله في النص. أتخيل أن المرض ده جاله في وسط ما كان هو رئيس جيش ملك أرام. وتخيل معي لو هو دخل أرض إسرائيل وخطف البنت دي. وبعدين جاله البرس. البنت دي حتقول إيه في قلبها. سيبك من البنت. أنت حتقول إيه في قلبك. النهاردة داعش. واحد معين من داعش دخل وخطف بنت صغير وكلنا عارفينه وبعين عارفنا أن الراجل ده بتاع داعش. جاله البرس. إحنا هنعمل على الفيسبوك. أنا أقول لك بقى إحنا هنعمل إيه. التدخل الإله العجيب. الله ينقذ شعبه. ده جزات اللي بيتعب شعب ربنا صح. وحنشاير فيديو وأعتقد الفيديو ده حياخد مشاهدات من أعلى المشاهدات إن إزاي ربنا تدخل وقضى على هذا الإنسان. تفاجئنا البنت الصغيرة دي. البنت فعلا بتفاجئني. بتروح لمولاتها. وبتقول لها يا ريت نعمان يروح لقليشع علشان يتشفي وأنا مش عاوز أخش في أعماقها ولا نواياها ولا دوافعها. بس أنا حاخد كلامها زي ما هو. هي كان نفسها نعمان يحصل له إيه بصراحة يتشفي. قال ليشع بقى هو كان إيه الغرض من وراء موضوع اللي قاله بقه. كان إيه الغرض. مش قوي إنه نعمان يتشفي لما كان عنده غرض تاني كويس غرض جميل وبيبقى غرض كتير قوي. إنه إيه إنه يعرف أنه يوجد نبي في إسرائيل يعرف أن ربنا اللي موجود وصينا ده ربنا الحقيقي إنما البنت كان بتقول إيه أنا بتمنى لك الخير. أنا عاوزك تتشفي. أنا ما بلقيش الغفران ده وسطينا. إحنا بنعتبر الغفران ده حاجة بسيطة أوي حاجة فوق البيع حاجة أكسترا يعني إحنا بنعتبر الوصايا المسيحية هي الوصايا العشر أو الموعزة على الجبل عملت دول بقيت مية مية الغفران ده بقى لو عملتوا دي حاجة إيه دي أكسترا كده يعني دي تخش بي على ربنا كي تقوله أنا مش بس عملت الوصايا ده أنا كمان غفرت ليه بقول الكلام ده لما ناس كتير بتيجي تقعد معايا وتقول لي فلان غلط فيا فأنا أتهور واستجري وأقول للشخص ده إغفر أنا كإني فعلا كإني قلتش تيمة يعني الشخص بيقول لي إنت إزاي إزاي بتقول يغفر ما ما ينفعش تقول لي يغفر لو وموضوع مثلا فيه كذب أو قتل أو سرقة أو شتيمة لو قلت للشخص ده يبطر اللي بعمله هيقتنع إنما أقول لحد إغفر مش بيقتنع إحنا منحس الغفران ده إيه أولا حاجة صعبة جدا وحاجة إكسترا يعني حاجة فوق البيع لو عملتها ده أنت تبقى إيه سوبرمان بس مش دي الوصايا الأساسية الغريب أنه في الصلاة الربانية يقول حاجات كثيرة قوي يسوع في الصلاة الربانية أبان الذي في السموات ليتقدس اسمك ممكن عليها وعظة ليأتي ملكوتك دي مش عليها وعظة دي ممكن تعمل مؤتمر يعني مؤتمرات بتطلع بشعر ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزانة كفافنا دي ممكن نأخذ عليها سلاسل كثير قوي ونجينا من الشرير الحروب مع الشيطان لا تدخلنا في تجربة ممكن نوعظ عليها كثير بس أقل واحدة إحنا بنها ربنا هي إيه إغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمزنبين إلينا هو أما علق تعليق واحد بعدها أنا أنا عاوز أعلق على دي لو ما غفرتش مش هيغفر ليك القابل في السماء خطايك طبعا الآية دي ناس كتيرة بتوقف قدامها يعني بتضرب أخماس بأسداس وبرغم كده إحنا بنعتبر الغفران دي حاجة إيه على جنب حاجة حتغض عنها إحنا بنحس غفران صعب قوي برغم من الغفران اللي انت حاسه حاجة صغيرة وحاجة تتغضى عنها على جنب دي حاجة لو عملتها أنت حتستريح أنت حتشفي المرارة حتروح مش عارف كم حد بنسبة له غفران صعب أنا بنسبة لي غفران صعب فعلا وبتعب جدا بقى لما شوف الغفران صعب بتعب جدا من المثل اللي قاله يسوع في مثل يسوع قاله عشان يشجعنا نحن نغفر المثل ده لما بتسمعه أنا بسميه لمس أكتاف يعني لما بتسمعه بتحس مش قادر أتكلم أنا لازم أغفر ففاكرين المثل ده أنه هو العبد المديون للملك بعشرة تلاف وزنة فالملك قال له ستتبع أنت ومرتك وعيالك فالرجل قال له ارحمني فالملك عمل ايه رحمه معين يسوع بيكمل قصة بيقول العبد ده خرج ولقى واحد تاني عبد لي بقى أصغر مديون له فقال له هاتف الوصلي عليك فالعبد الصغير قوي ده قال له نفس الجملة اللي هو الرجل ده كان لسه إلها الملك ارحمني أم الراجل ده ايه قال له مش هرحمك ودخله السجن فأنت تبقى متغز قوي 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 من الراجل ده يعني أنت تغفر لك هنا ومش قادر تغفر ايه الحاجة البسيطة قوي 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 فالملك في الآخر ام ايه جيوا السجن وطبعا لما تقرأ مثل ده هتحس انك ايه مش عارف تتكلم ولازم تغفر بس في حاجة غريبة قوي في المثل للناس اللي حسن الغفران صعب قوي المثل ده لو انا بقوله او لو انت بتقوله او لو حد هنا بيكتب قصة من الناس اللي بتكتب قصة سو بتقوله انت مش هتقوله بالطريقة اللي يسوع قالها انت ايه المهمة الرهيبة اللي انت عاوز تعملها في القصة دي تقول للناس ربنا غفر لك كتير قوي 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 وانت الناس غلطت فيك غلطة ايه صغيرة قوي 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 فايه فكبر دماغك فانا لو كنت بكتب قصة سقول العبد ده كان مديون للملك بعشر تلاف وزنة بس خرج لقى عبد تاني مديون له بكام بفلس لان الغلطة اللي بتعمل فينا يعني ولا حاجة بالنسبة اللي احنا بنعمله في ربنا انا كنت سقول القصة كده بس يسوعي فاجئنا في انجيل متى 18 يقول ايه العبد ده لما خرج لقى واحد تاني مديون له بكام بمية دينار ودي غريبة جدا في قصة غريبة جدا لانه مفروض يسوع ما كانش يقول مية دينار لان عارفين مية دينار دي يعني كم يعني عشر تلاف جنيه عشر تلاف جنيه دي قليلة ولا كتيرة يعني مش عارف كم حد هنا كان مسؤول اداري في اي مؤتمر من المؤتمرات قبل كده لا ما تقلقش مش هطلبك بفلوس او اي حاجة ولا واحد فينا كان مسؤول اداري مش ممكن شكرا شكرا يا خالد كويس انك موجود خالد لو انت مسؤول اداري عن مؤتمر وفي اخر يوم انت بتجمع الفلوس بتجمع الاشتراكات وجيت لقيت ان في عشر تلاف جنيه اتسرقت مصيبة تقيلة ولا عادي مصيبة تقيلة يعني يعني لو عشر تلاف جنيه اتسرقت مصيبة تقيلة يوميها هترجع البيت مهما ان كنت بتحب ربنا ومهما ان كنت في سلام هترجع البيت الان ولا لا هترجع يعني العلاقات بقى عاملة ازاي مع امراتك وابنك يعني ما اعتقدش اليوم ده هتبقوا فرحانين وبتهزروا وبتتفرجوا على اي حاجة وبتخرجوا لا هتقاعد في البيت شوية متانشن مكتائب سنة مش عارف هتعمل ايه في العشر تلاف جنيه وحفترض فرض مش حقيقي يعني بس خلينا نفترض الفرض ده ان بعد الشر يعني واحد قريبك من بعيد قوي هاجر في جزيرة بعيدة وبعدين جمع صاروة كبيرة جدا تقريبا سبعة وخمسين مليون جنيه ومات يوميها وقرر ان هو ايه دي كل الصاروة دي سبعة وخمسين مليون جنيه ويحطها في حسابك امين يا رب يا رب فدخلت في حسابك وانت ساعتها عرفت ان السبعة وخمسين مليون جنيه دول جوم في حسابك هتعمل ايه بقى في البيت يعني هتفضل مكتئب متنشن هو لسه العشر تلاف جنيه مسروقة ولسه في ازمة كبيرة قوي بس غالبا اعتقد حفرح وحنسة العشر تلاف جنيه وادفع العشر تلاف جنيه دي من من السبعة وخمسين مليون جنيه يبقوا كام بقى حد شاطر يقولي سبعة وخمسين مليون جنيه ناقص عشر تلاف بكام ايه محتاجة مجهود كده اه محتاجة مجهود ستة وخمسين مليون تسعمية وتسعين الف يا حرام هيبقى معك ستة وخمسين مليون تسعمية وتسعين الف اعتقد العشر تلاف جنيه لوحدها فعلا مصيبة قيلة وده اللي يسوع عاوز يقوله في المثل اللي حصل فيك من الناس متعب ويسوع مقدر موراح للصليب هو مش بيستدفع الحاجة اللي حصلت لك مش بيحتقرها مش بيقول لك كبر دماغك احنا منفتكر ايه غفران ربنا يا سامحك كبر دماغك يعني تزي يعني لا لا مش كده خالص هو عارف اللي حصل فيك تقيل مية دينار عشر تلاف جنيه بس بيقولك مش هتحس بي او مش هيتعبك ومش تبقى في مرورة لما تبص على الصليب طبعا الصليب فوق السبعة وخمسين مليون جنيه للعشر تلاف وزنة السبعة وخمسين مليون جنيه ممكن حد يسألني يعني العشر تلاف وزنة دي لما ترجمها بالفلوس بتاع النهاردة تقريبا سبعة وخمسين مليون جنيه تقريبا الغفران سهل قوي لو بص على الصليب الغفران صعب موت لو مش بصص على الصليب وعتقد دماغنا الآية فأبانا اللازي لو انت مش عارف تغفر في علامة استفهام كبيرة انت مدرك عمل الصليب ولا لا ولا مصدقوا كده بالزهن وخلاص انت مش باعتش بي انت مش مدرك يسوع عمل لك ايه احنا بنعتبر دي حاجة صغيرة بنت صغيرة مفروض تتمرر بس هي قررت تعمل ايه تتمنى الخير للرجل ده وبعد كده تيجي الحتة الشهيرة انه في تعليمات بسيطة ولا لا البنت قلت له ايه روح للنبي هو ام راح لمين للملك طبعا ممكن حد يقول لي ايه ما ده البروتوكول يعني لازم يروحوا للملك الاول وبعدين الملك يسمح لهم يروحوا للنبي لانهما راحين ارض غريبة طبعا اللي يقرأ العهد القديم مفيش لا بروتوكول ولا حاجة ده اي حد كان بروح يكلم اي حد والنبي بتاع اسرائيل يروح يمسح ملك ارام وكان يعني كان كله كده ايه سايح على بعضه وهم اصلا هنا دخلوا ارض اسرائيل وغزوا حتى منها فهو لو كان عاوز يروح لقليشة على طول كان حيروح ده حتى في الجواب كتاب له ايه بيقول للملك ايش فيه البنت الصغيرة قال تعليمات واضحة قال ليش على يعمل ايه يشفي فقال ليش على تعليمات واضحة قوي طبعا الجملة اعتقد ان هي بايخة على ما سمعنا طبعا هي باللغة العربية الفصحة اذهب واغتسل سبع مرات في الاردن اكيد اي حاجة باللغة العربية الفصحة تبقى جميلة مؤدبة قوي يعني بس لو ترجمتها للعامية هتحس ان هي دمها تقيل مش عارف ترجمها بالعامي ازاي بس ايا كانت ترجمتك للعامية هتبقى دمها تقيل بالضبط انزل استحمة يعني انزل استحمة وغاليما الاردن ده يعني اللي هو احنا ربنا بيقول لنا تعليمات بسيطة قوي واضحة قوي بس ساعة كتيرة احنا بنستقلها وما بنعملهاش ففي الاخر مش بنستمتع بيهن دايما بقول القصة دي على المزمور واحد مزمور واحد بيقول ايه حافظينه كلنا يعني صعب قيمكنش حافظه طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطى لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس طبعا احنا ثقافتنا مبنيا احنا نتريق على بعض فانتحك بس مشكلة لكن لكن في نموس الرب مصرته وفي نموسه في كتابه يلهج نهارا وليلا لما اعمل كده لما اعود قدام ربنا كل يوم واقرأ كتاب ده كل يوم ايه اللي يحصل فيكون كشجرة مغروسة عندما جاري المياه التي تعطي ثمرها في اوانيه وورقها لا يزبل ده لنا اتعلمت في حياتي اعود قدام ربنا بجد بس بقى جد يعني ايه جد يعني مش تبقى تنشن يعني كل يوم تقرر انك تقعد نص ساعة قدامه كل يوم تقرر انك تقعد ساعة قدامه كل يوم تقرر انك تقعد وقته قدامه كل يوم تقرر في الكتاب وتستمتع به دي وصية سهلة يعني ما فيهاش اي تعايد خالص كتير مننا ما بيعملوهاش في مرة حد جالي المكتب من من شهرين يمكن مش حقول ولد ولا بنت عشان ما حاول يعني اموهكو مسجالي وقالي انا تعبان جدا في حياتي عندي اكتئاب حد اكتئاب بجد مش انهم الدايق عنده اكتئاب حد مرض راح لكاترة نفسيين واخر دكتور اداله دواء لمعالجة الاكتئاب ده وقال لي باخد الدواء ده وما فيش حاجة بتحصل برضو عندي اكتئاب انا كره الحياة وكره ربنا وما تقوليش ان الحل في ربنا فانا حاسين تبعا مليه طيب يعني يعني وهي بتاخد دواء من دكتور نفسي والدواء مش محوق فيها وهي قالت لي او هو قال لي ممكن نقول هو هي عادي يعني فيه مستواب بين الرجل والمرأة وهو قال لي ما تتكلمش عن ربنا اعمل اي يعني انا اولا انا مش دكتور نفساني ولا بفهم في الادوية ولا اعرف تفاصيل الامراض النفسية انا هاوي يعني هاوي تماما يعني بس عرف شخص واحد شخص واحد ما اسموش لا اليشع ولا اليه ولا موسى اسمه يسوع هاللويا يعني هو اسمه يسوع والشخص ده بيقول لي ما اتكلمنيش عن ربنا وانا فجأة جوايا جات حاجة وانا قاعد معي انه لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص قلت للشخص ده انا معرفش غير يسوع فعلا ما قدرش اقول لك كمل في الادوية ولا بطل انا مش فهم اصلا ايه ده وده انا معرفش حتى تفاصيل المرض اللي عندك بس لو انت جيت لي انا اعرف حل واحد يسوع قعد قدام يسوع وحتلاقي الدنيا تغيرت بس سعد قدامه بجد طبعا الشخص كان مقتنع ولا لا كانش مقتنع قاعد يحاول يرفض وبعدين قال لي ما انا بقعد قلت له لا مش بتقعد كل يوم في نموسي هي الهجو مش مرة في الاسبوع ولا مرة كل شهر ولا لما يجي على مزاجي قال لي لا مش بقعد كل يوم قلت له لما بتقعد بتعمل ايه لما بتعودي بتعملي ايه فبتعمل اعتقد اللي معظمنا بيعمله لما بتيجي ربنا بتعمل ايه بتشتكي من همك بتشتكي من همك بتعدد المشاكل حلو انك تعدد المشاكل عند ربنا بس لو عملتك كل يوم لو دي كانت كل صلاتك انت في الاخر حتزهق ويعني انت نفسك حتزهق من الصلاة انا قلت للشخص ده لما عود قدام ربنا لما عود قدام ربنا انا ببص على جماله مش ببص علي اقول له مشاكلك دي حتاخد خمس دقائق صدقوني لو عددنا مشاكلنا كبيرها خمس سبع دقائق المهم في الخلوة ايه ان انا بص على يسوع لما اقرأ صح من الكتاب المقدس بدور على مين عارفين احنا ساعة كتير بندور على مين انا انا بدور على مين انا بدور علي ودي عارفين منعرفها ازاي بالوعود يعني دايما عيننا بتيجي على ايه على الوعد ما الوعد ده انا ببص علي وحلو ما هو بيوعيدني انا ولاي الاول لما ببص على مين نتفرج كده على مين على يسوع وشخص ده قال لي ما معناه يعني ايه اهمية انا تفرج على يسوع انا عاوز اعرف هو هيعمل لي ايه الوعد ايه قعدنا في مواجهة كده وان الشخص ده خرج مش مقتنع او مش مش مقتنع يعني اللي هو عارفين انتوا ايه انتوا دايما بتقولوا كده في الكنيس يعني انتوا هتقول لي ايه تاني وبعدها بثلاث اسابيع بعث لي الرسالة دي اللي كانت مفاجأة ليه بصراح لأن أنا قليل الإيمان فهي كانت مفاجأة ليه زيزو صباح الخير أنا برضو مش أقول هو والد اللي بنتفعه تغير الضمير أنا عاوز أقولك إن فيه تغيير كبير في حياتي لما بقضي وقت قدام ربنا كل يوم نقطة ببقى شاعر إن أنا جميل جميلة في محضر ربنا بلاقي نفسي بتغير أحيانا ما ببقى شعر فتكلم بس بشوف تغيير عميق في حياتي أنا أحيانا بعود ساكت أو ساكت بحاول أعمل اللي أنت قلت لي عليه إني أشوف يسوع بيعمل إيه مش هتفرج على نفسي واكتشفت إن هو بيفهمني واكتشفت إن هو حاسس بي وعاوز أقولك على حياتي كمان أنا بحس وأنا في محضره أن أنا بطهر وبدغسل واسمع آخر جملة قلتها أو قلها أنا قادر أسبح ربنا حاليا حتى في أصعب لحظات حياتي هو شخص قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيني لأحمال ساعات كثيرة إحنا بتتوه عندنا المعلومة بسيطة دي إحنا عوزين حاجة معقادة إحنا ساعات كثيرة بنا عوزين حاجة معقادة وأنا ما عندي مشكلة في الحاجات المعقادة يعني بلعكس روح واسمع حاجات معقادة وعملها وحتنفع في حياتك ما بقولش نعمش تنفع بس في حاجة بسيطة قوي أتمنى أن أنت تعملها أن أنت تععد قدامه كل يوم أنا ساعات بابقى محرج في أعداد مثلا خدام أو لجنة مؤتمر أو 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 أسأل السؤال ده كم واحد بيقعد قدام ربنا كل يوم صدقوني لو عملنا كده نبقى في حيطة تانية خالص المطلوب فعلا بسيط فعلا بسيط سهل ممتنع بس إحنا مش بنجربه قوي أشجعك جدا إن أنك تجربه مبارح كنت في كنيسة الصراعي القوبة في اجتماع الشباب كنت أتكلم عن كده قول إن أنت قول إن يعني أنت كلك داخل مع يسوع بجد ولا أنت نص نص يعني أنت حبة معاه وحبة مش معا أنت بتحبه بس يعني مش داخل بكل عزمك مش داخل بكل قوتك مع أشجعك خش بكل قوتك موضوع سهل بسيط بس أعمله شوف هيحصل إيه في حياتك بس أخش في الحتة المهمة اللي أنا حاسس دي أزمة كبيرة عندنا حاسبني شوية من نعمان أعتقد نعمان دي حتة يمت وعزن عنها كتير وحفظنها بس الحتة اللي عملا لي قلق شوية وتعباني نفسي أنا هي حتة مين اللي انتهى بها الإصحاح جي حزي وأعتقد تعبانة كلنا وأنا أعتقد عندي تفسير هي ليه تعبانة يعني أولا جي حزي أنا حدف عنه شوية تسمحوا لي نحن كلنا بزعلين من جي حزي وحاسين جي حزي ده يعني الكتاب المقدس عندنا مصنفين الناس نصين نص من الأخيار ونص من الأشرار جي حزي ده غالبا بيقع فين من ناس الوحشة دايما بنوعز ضده وأنا ساعات كتيرة بقعز ضد الناس كده وبقى مرعوب أننا نقبلهم في السماء يعني أنت بقى قلت علينا في الوعزة دي كذا وكذا وكذا فجي حزي ده من الناس دي جي حزي تعتقد إحنا بنجي عليه قوي بس أنا شايف هدفة عنه شوية هو ما عملش عمالي ما عملش عمالي السودة قوي يعني دعني أقول الثلاثة مشاكلة التي عملها أنتم حاسين طبعا مشكلة الرئيسية في إيه الكذب صحيح حاجة للكذب بس أول نقطة قبل الكذب عمل حاجة مهمة قوي يمكن مش مركزين فيها يعني عارفها بس مش حاس نهاية دي الأزمة قوي هو ليه أليشع رفض الفلوس حد عنده تفسير قوي قوي يعني يقدر يقنعني به يعني هل أليشع قال سبب رهيب طبعا ممكن تقول كان عاوز يفهم نعمان أنه المعجزة دي مش بفلوس ماشي بس يعني لو كان خد فلوس حرام يعني لو كان قبل الهدية منه حرام طيب هو شرح يعني أبرام مثلا لما ملك السادوم جاء دي له هدية قال له مش حقبل منك الهدية لألا تقول أنا أغنيت أبرام يعني على القليلة دينا سبب إنما أليشع هو أبا ورفضه بس ما قالش أسباب فأنا ممكن لو كان جاي حزي حس مش مقتنع قوي بالسبب وجاي حزي قال كده قال إيه في عدد عشرين إن السيدي الكبير الكبير بتاعي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمنا القرامي ما ده سيدي أنا مالي بي أنا بقى حامل إيه إني أجري وراءه يعني أنا الكبير بتاعي يقول حاجة ده براحته يعني بس أنا هعمل إيه أنا هعمل حاجة تانية خالص طبعا إحنا منحس دي مش مشكلة قوي بالذات في بلادنا يعني إنه إحنا مثلا في مؤسسة أو إنت في عيلة أو إنت في كنيسة اللي فوقيك قال حاجة أنت معترض معها لحاجة دي من حقك تعترض بس في الآخر هنعمل إيه هنخضع ولا مش هنخضع هو الخضوع هنا عند جاهزي وحاسس إيه لا شيء قوي يعني هذه كتبة بيضة أو كتبة سودة وقبلاش الإجابة التي هي لا يوجد لكتبة بيضة أو كتبة سودة ما نقولها كثيرا أنا عاوز بس أخش العمق موضوع الكتبة بيضة أو كتبة السودة ما تعريف الكتبة بيضة؟ أقول لكم ما تعريف الكتبة بيضة؟ عارفين نحن نقول لما تجد بكتبة بيضة ستبررها لنفسك كيف؟ الكتبة اللي مش هتضر حد طبعاً وانت قاعد هنا في أسر الدبارة يوم الجمعة الصبح انت حاس لا لا في كتبة بيضة ولا في كتبة إيه سودة أنا معاوزك تروح كده يوم الثلاث الساعة 12 الظهر تقضي مصلحة حكومية ويبقى المكتب كده فيها تقريباً حاجة بتاعت خمسمية وخمسين ألف وواحد وفيه اثنين موظفين وانت عشان تخلص الورقة بسرعة لازم هتعمل ايه هتقول حاجة مش صحة قوي يعني ساعتها انت هتقول ايه لا دي كتبة بيضة وهترجع البيت كده تقول ايه دي كتبة بيضة يعني طبع الإجابة اللي احنا بنقولها الآن غير الإجابة اللي هتقولها يوم الثلاثة ساعة 12 يعني انت بتبرر لنفسك الكتبة البيضة ان هي ايه ان هي مش هتضر حد جي حزي وهو رايح بيجد بالكتبة دي هو حطت في دماغ والكتبة دي مش هتضر حد ولا لا اكيد مش هتضر حد خالص بالنسبة لك انت هي مش هتضر حد فهي حاجة ايه صغيرة عند ربنا ما فيش الكلام ده الكتب كتب عند ربنا كتب كتب ما فيش لكتبة بيضة ولا كتبة سودة وحاجة لها كمان شوية بس هو جي حزي اعتقد ورايح بيقول دي كتبة بيضة دعنا نذهب للتالتة اللي انا فعلا حاسس ان احنا جايين فيها قوي على جي حزي ومنحزين ضده فاكرين الهدية كانت كم كم حد فاكر الهدية كانت كلها كم عشر وزنات من الفضة ستة الاف شقل من الزهب وعشر حلل من الثياب يعني كم حد فاكر ان قلت كم بالجنيه حتى لو انا غلطان بس قول ان قلت ايه يعني سبعين الف جنيه وثلتمائة الف جنيه يبقى كم جنيه كله على بعضه تلتمائة وسبعين الف جنيه فاكرين جاحازي قال لنعمان انا عاوز ايه يعني انا لو كان جاحازي هنقول전 الوقت جاحازي اذا شرير فالشرير ده طماع جاحازي ده إنسان من الأشرار فالشرير ده طماع ونعمان كان يعاوز يديpruch كل الهدية دي مش كده فالمفروض جاحازي هوق راح له ايه هاد كل هدية القلي sticky ورق في كلامه يعني هاد كل هدية جاحازي استراحة فاكرين طلب ايه يعني هو عايز من تلتمية وسبعين ألف جنيه عايز كام سبع تلاف جنيه دي تبقى واحد ونصف في المية تقريبا ولا حاجة يعني مش عارف احنا لزعلانين قوي منه هي واحد ونصف في المية ده البقشيش يعني انت لو روحت اي محل تاكل فيه حتدي بقشيش اكتر من واحد ونصف في المية فواجهة ما قدر اقول فعلا انه هو قنوعة هي واحد ونصف في المية بس ده بالنسبة لنا بس مش في عينين ربنا في عينين ربنا يعني يا كده يا كده يا ابيض يسود يعني ما ينفعش نروح يعني خلينا نتخيل كده انت في بيت انت وامراتك وعندك طفلين او ابنين في سن المراقع تخيل البيت عبارة عن ايه انت بتجزب كذب ابيض على امراتك ومراتك تجذب كذب بيضا عليك وانت تجذب على عيالك وعيالك يجذبوا عليك ويجذبوا على مراتك البيض يبقى شكله عمل ازاي جحيم يعني جحيم تخيل ابنك من وراك بيجي يسرق كل يوم عشرة في المئة من فلوسك او خمسة في المئة من فلوسك ولا حاجة يا طرب بدي بقى شكله عمل ازاي هي مش موضوع انا خدت كام هو موضوع انت سرقت ولا ما سرقتش احنا الثقافة بتاعتنا المجتمع اللي احنا فيه بيحسسنا الحاجات دي عادي الحاجات دي صغيرة الحاجات دي كذب بيضة وانا انا بقولها بجد ان احنا المجتمع بتاعنا بيحسسنا كده احنا مرة تانية الاحصائية اللي حصل سنة الفين وخمستاشر عملتها مؤسسة مالية كبيرة بتقول مصر رقم واحد في الفساد جوه القطاع الخاص فاحنا السقافة دي جوه الدم بتاعنا انت حتوقف ضد السقافة دي وتقول لا مش هجزب مش هاخد حاجة ولو حتى صغيرة هحترم الكبير بتاعي وقدره ومش هتكلم من وراه كلام سلبي ولا انت حتمشي مع الطيار الكبير اللي ماشي انه اجزب كذب بيضة خد حاجة صغيرة ما تحترمش الكبير اللي فويك وهو ده التحدي هو ده السؤال اجي في الآخر خالص لأصعب سؤال بقى برضو بعد كل اللي انا قلته ده كم حد حاسس الاصح خلص نهاية مأساوية اقرأ العدد سبعة وعشرين ثاني فبرس نعمان يلصق بك وبنسلك الى الابد فخرج من امامه ابرس كالثلج كم حد حاسس انها برضو صعبة قوي يعني صعبة بصراحة كتير او مش كده كتير يعني تو متش بصراحة وبالذات لو انت من جيل الصغير جيل الصغير يقف قدام القصص دي مزهول يعني احنا تعودنا زمان ان احنا ما نسألش قوي فعادي يعني جيحز يجيلوا برس مش مشكلة حناني او سفيرة يجدبوا كذبة فيموتوا مش مشكلة قوي يعني بس جيل الصغير لما بيقف قدام الحاجات دي بحس لا في حاجة غلط زي ما حضرتك قلت كده انه كتير قوي انا قصدي اقول ايه وانا بقول كتير قوي خلينا اشرح لكم انا قصدي اقول ايه انا قصدي اقول انه اللي هو عمله قليل واللي حصل في ايه كتير خلينا يقوله قصة بطريقة تانية جيحز دوت اقتحم بيت مكون من اب وام وبنتين اغتصب البنتين وامهم وقتلهم ودبحهم وبعد كده دبح ابوهم وخرج من البيت وانتهت القصة ان جيحز يمات انت هتبقى برضه حاسس بتعب شديد ولا هتبقى حاسس لا تعدي يعني ما تعدي يعني هو جيحز يعمل انت ليه القصة دي لما حكيتها حاسس نتعدي الا لو انت يعني حقوق انسان يعني اوي 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 بس يعني برضه برضه مش عارف ازاي هتسيب جيحز يمش في الشارع حر طليق انت ليه القصة اللي انا حكيتها تعدي لان انت حاسس ساعتها ان جيحز يعمل حاجة كبيرة اوي ولا حصل برضه ايه كبير مشكلتي في القصة دي انا حاسس ان الجيحز يعمل ايه قليل بس رأيي ان ربنا عاوز يقول لنا في القصة دي ايه يا جماعة اللي جيحز يعملو مش قليل احنا حاسسين ان هو قليل ليه حاسسين ان هو قليل لان ثقافتنا بتعلمنا ان اللي عاملو ده ايه قليل ربنا بيسرخ بأعلى صوته بيقول لنا اللي جيحز يعملو ده مش قليل هي دي الخناء اللي بيننا وبين ربنا احنا بنحاول نقنع ربنا ان احنا بنعمل غلطات صغيرة وهو بيقول لنا الغلطات دي مش صغيرة حتدمر حياتك وده ملخص الموعز على الجبل اللي بيقرأ الموعز على الجبل هيفهم الفكرة اللي أنا بقولها دي كتير قوي يقول قيلة في القدماء ما تعملش الحاجة الفلانية بس يسوع عمل ايه ام معالي البار معالي الستاندرد بس كم حتة كده كان غريب قوي يعني يعني لما بيقول مثلا قيلة في القدماء لو عاوز تطلق مراتك موسى قال لكم ادي لها كتاب طلاق بس أنا بقول لكم كلما انطلق إلا لعلة الزنا يزني يعني بيرفع البار بس في علاقة يعني بيتكلم على الطلاق في علاقة مثلا بيقول ايه زمانة قال لكم لا تزني بس أنا بقول لك من نظرة لامرأة لي اشتهيها فقد زنى بها في قلبه علا البار قوي بس في علاقة لحد ما جي لواحدة أنا حاسس ما فيش أي علاقة خالص فاكرين الآية في المعازع الجبلة بيقول من قال لأخيه يا أحمق مستوجب مجمع ونرجو هنم وحاجات كتير قوي فاكرين ربطها بايه يعني أنا حربطها بايه يعني لما أقول لواحد يا أحمق أقدر أقول مثلا قيل لكم في القدماء ما تشتمش اشتيمة كبيرة قوي ما تحلفش حلفان غلط قوي إنما تخيلوا ربطها بايه لا تقتل لا تقتل أنا لما بقول لأخويا يا أحمق لما بقول واحد في الشرع يا أحمق دي بالنسبة لنا ايه؟ عارفين يا أحمق يعني ايه بالعربي العامي؟ يا أحمق يهبل يا أحمق فلندا بيستهبل كلمة عداية خالص يعني ياسوع بيربطها بايه؟ بالقتل إحنا حسنها إيه؟ هزار بس تسيبكوا بقى إيه؟ يعني خلينا نحط كتاب مقدس على جنب المدة دقيقة القصص الواقعية اللي بتحصل في عالمنا أني لما باتريع على حد أنا بموته دايما بحكي قصة دي أن عملوا مرة تقرير في مدرسة إعدادي في أمريكا على البولينج البولينج أنه ولاد يعودوا يضربوا ولاد تانيين أو يتريعوا عليهم أو يجرحوهم أو يقولوا عليهم حتى كلام سلبي فعملوا حوار مع ولد في تاني إعدادي شكلوا مش ولد قوي مش بيلعب رياضة خجول فالولد اللي معه في المدرسة بيعملوا إيه؟ بيتريعوا عليه؟ بيبهدلوا فالولد في الحوار في القناة تليفزيونية اللي عملت مع الحوار بيقول أنا بتمنى الموت لنفسي كل يوم كل يوم ولد تاني برضو في مدرسة إعدادي اسمه ماثيو لما تشوف الولد ده مش عارف إزاي واحد زايدة ممكن يبقى عنده صغر نفس رهيب يعني جسم رياضي شكل ممتاز حاجة رهيبة يعني صحابه مرة صوروه وهو في الحمام بيعمل حاجة غلط وحطوا الفيديو ده على اليوتيوب بعدها بأسبوعين الولد ده انتحر دي خصة حقيقية وكتب جواب كده أو كتب ورقة على المكتب بتاعه في البيت أنا كرهت حياتي ما بقاش لي يا صحاب أنا عاوز أموت وبعدها بكم يوم انتحر بسبب إيه؟ هم قتلوا إزاي بكلامهم ما في واحد من الفين سنة قال من قال لأخي يا أحمق بيعمل بالزبط زي إيه؟ زي اللي بيقتل انت حاسس ان الكذبة ببيضة تعدي جربها في البيت يا ريت ما تجربهاش بس يعني تخيل بيت كده انت بتجذب كذبة ببيضة على حد والتاني بيجذب عليك كذبة ببيضة ده بيت جحيم جحيم اهتم بالأمور الصغيرة هتلاقي حياتك بتجري نفسي نحن نسبح النهاردة بس نفسي وفريق التصبيح بيطلع هختم بالقصة الفعلا على قلبي قوي آخر درس خالص ليه وليك في مقارنة ما بين شخصين في القصة دي هيت ملك إسرائيل ونبي إسرائيل ملك إسرائيل أول ما جاله نعمان وعنده مصيبة عنده مشكلة كبيرة ملك إسرائيل عمل ايه؟ خاف وترعب وحس ان الراجل ده بيغيزه وكأنه بيقول بالعامي باللغة العامية بتاعتنا كده أنا مالي ومالك ابعد عني شيله المصيبة دي ايه عني في واحد تاني اسمه عليشع نعمان مجالوش اقدر قوله المصيبة مجالوش عليشع بعت لمالك إسرائيل بيقوله ليه هتولي عليشع بيقوله هتولي 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 هتلي الشخص التعبان ده لاننا حيبق عندي فرصة اصليله او اقوله على حاجة تشقلب حياته المشهد ده كأنه واحد بيرفض المشاكل ان هي تجيله وخايف منها جدا واحد تاني بيقول لا لا هتولي المشكلة دي لاننا نعرف إله اعرف شخص اسمه يسوع يقدر يحول الموضوع رأسا على العقب وأنا مش عارف انت اي نوع من النوعين دول ساعات كتير قوي في حياتنا لما نعدي بوقت صعب او نتقابل مع ناس صعبة بيبقى نفسك ايه يبعدوا عنك بس في نوع ثاني من الناس اتمنى تكون انت النوع ده لما تتقابل مع حاجة صعبة تقوله يا رب اشكرك ان الحاجة دي في حياتي لان انا ناوي اغيرها في اسم يسوع المسيح الشخص المتعب اللي جالي ده انا ناوي انه هو يتغير في اسم يسوع المسيح انا حصليله انا حبركه انا حكلمه عن انجيل المسيح مش هستحي بينجيل المسيح وحياته هتتغير والازمة دي هتتغير في نوع من الناس عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا وفي نوع تاني للأسف موجود وسطينا كتير قوي واشجعك النهاردة انك تسيبه يعني انت نفسك لو من النوع ده قوله يا رب انا عاوز اقام من نوع التاني في نوع يعبر في وادي البكاء يقعد يعمل ايه بعيط واعتقد بيعمل الاسيس سامحا حذر منه الاسبوع اللي فات بقفش على ربنا وبتغز من ربنا وبتغز من الكنيسة وبعض عيط وبعض ابكي بس بيقول لك فيه امكانية انك تعبر في وادي البكاء تصيره ينبوعا دي فرصة نفسي كده نقوم ونسبح يعني قبل ما نصلي لحياتنا ونهتم بالامور الصغيرة يعني اعلن الكلمات دي والهتاف ده انه انا مش هبكي انا مش هرتعش انا مش هخاف انما نعرف مين هو الهي انا ساكن في حصون الصخر مش رح هنزل عيني من الهي عابرين في وادي البكاء يصيرونها وينبوعا يا رب النهاردة خليني الاشع انا عاوز اكون الاشع قبل يا رب ما ما نقف قدامك ونحط حياتنا قدامك يا رب انا عاوز اكون زي الاشع لما المشكلة تيجي لما الازمة تيجي اقولك يا رب اشكرك لان الازمة دي جت لان ناوي صليلها لان ناوي فعلا اعبر فيها فالمشكلة دي تتحول المشكلة دي تتغير يا رب ارسلني زي الاشع ارسلني زي الاشع انا صلاتي اللي جاية دي والتسبيح اللي حنقولها اللي جاية لكل واحد وسطينا النهاردة في الكنيسة في مشكلة في حياته وتعباء ومتقلم منها وعمال يعيط وعمال بيشتكي من ربنا ربنا النهاردة بينادي عليك وبيقولك دي فرصة ان انت تعبر في وادي البكاء تصيره ينبوع فرصة انك تعبر في وادي البكاء تصيره ينبوع زي البنت الصغيرة الفتاة الصغيرة اتظلمت اتخطفت اتبهدلت بس شافت ان دي فرصة انها تقول للراجل ده انه يروح يخف عند الاشع يا رب انا عاوز اكون النهاردة زي قليشة عاوز اكون زي بنت الصغيرة انا عاوز اكون مستخدم في اسم يسوع المسيح ما تعلم تش عش ولا خايف ولا عدت جراحاتي لا لا ما تعلم تش عش ولا خايف ولا عدت جراحاتي لا لا ما تعلم تش عش واجب عاصف وانا طوي في جناحاتي لا 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 انا ساكن بحصون الصخر وليا كناح النس انا مصنع من صخر يسوع الغرقام اللي كس انا ساكن بحصون الصخر وليا كناح النس انا مصنع من صخر يسوع الغرقام اللي كس لا ما تعلم تش اخلي دموعي تحوش عن عيني رواية لا لا انا رح اوقف مرة طلوعي باني ابص ورايا لا لا ما تعلم تش اخلي دموعي تحوش عن عيني رواية لا لا ولا رح اوقف مرة طلوعي باني ابص ورايا لا 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 انا 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 ا لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا 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 إلا بكقةبة قلبي أغني كاني بدون مسيح لا 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 أنا ساكن في حصون الصخر واليا كنا حنس أنا مصطا من صخري أسوى الغربة وللكس أنا ساكن في حصون الصخر واليا كنا حنس أنا مصفى من صحر يسروى الغرباء واللكس لا نفسي الدقيق اللي جايدين صلي ان ربنا يقدسنا يقدسنا في اسم يسوع ونفسي انك تعلنها كده فعلا بصوت عالي يعني صلي معا لجنبك وياريت لو اللي جنبك ده واحد فايلتك لو امراتك او ابنك او بنتك اتعهدوا كده انه اما أنا وبيتي فنعبد الرب لو انت جاي لوحدك صلي معا لجنبك قل له قل له كده يا رب انا بتعهد قدام اخويا اسلك باستقامة صلي صلي غمض عينك وخلينا نصلي مع بعض يارب قدسنا قدسنا بنتوب عن كل مرة تهوانا وتسهلنا فيها في امور صغيرة عندك يا رب الصغير زي كبير ما عندكش امور تفهى وامور مهمة عندك يا رب كل واحد يا رب انا اسف اسف على كل مرة يا رب كدبت كتبة بيضة اسف على كل مرة يا رب اخدت حاجة مش من حقي وكانت صغيرة قوي ففوت اسف على كل مرة كلامي كان فيها ملتوي قلت كلمة لحد جرحته بس الكلمة كانت تباني ان هي كويسة من برا بس انا عارف ان هي كانت زي السم في العسل عارف ان هي كانت زي سيف بيدخل جواه بتوب 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 يا رب عن الامور الصغيرة اللي في حياتي قدسني قدسني طهرني طهرنا كعيلة يا رب النهاردة طهرني يا رب انا وامراتي وبنتي من كل التواء من كل كذب نكون كنيسة مقدسة قدامك في القدس طريقك يا رب يا رب عاوزين نكون شعب مقدس اشكرك ان الناس كتيرة مننا عارفة تسبح بس يا رب انا عاوز اشكرك كمان الناس كتيرة مقدسة تتقدس النهاردة نرفض 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 يا رب كل شر وشبه شر بنتردوا من بيوتنا يا رب انت دعيتنا نكون نور في وسط الظلمة نكون قدوة لناس كتير طهرنا طهرنا وقدسنا يا رب قلب النقيا طهر اه يا رب اخلق فيها اخلق فيها يا الله وفد بروحك داخلي جد السبول الحياة قلبا نقيا قلبا نقيا طهرا بأنني اتحالي قلبا نقيا قلبا نقيا قلبا نقيا وعبد أن تأخذها وليكن فكر قلبي مرضي أمامك مرضي أمامك الله الله طهرني من خطرات وعبد أن تأخذها وليكن فكر قلبي مرضي أمامك الله طهرني من خطرات طهرني من خطرات وعبد أن تأخذها وليكن فكر قلبي مرضي أمامك الله أنا نفسي نقولها مرة تانية أنا أحس ربنا بيدعونا النهاردة أنك تطلع الأمور الصغيرة من قلبك التوبة مش كلام بقوله مع موسيقى حلوة لا التوبة حاجة عملية أنا بعملها لو كنت سرقت حاجة أرجوك رجعها أرجوك لو سرقت حجم الشغل لو أخذت فايل مش بتاعك رجعه لو عندك علاقة غلط أرجوك أعمل بلوك تماماً امسح النمراء لو قلت الواحد كلمة بايخة هي كلمة من برد بان مؤدبة بس انت عارف ان انت بتطعنوا بيها روحوا وقولوا سوري متى خمسة بيقول الكلمات دي انقدمت قربانك إلى المسبح واحنا بنقدم زبيح التسبيح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك حاجة صغيرة أوي فبيقول اترك هناك قربانك قدام المسبح لاني مش حقباله واذهب أولاً اصطلح مع أخيك وحين اذن تعالى وقدم قربانك احنا كمان شوية هنسبح يسوع ونكمل مع سيمون شوية بس نفسي نقول له يا رب لو غلطت في حق أحد حتى لو كانت حاجة صغيرة انا اريد اعتذر لدواتي اريد ارجع الفلوس اريد اعمل بلوك اريد اصلح لحاجة الغلط اللي عملتها ايه الحاجة الغلط اللي انت حتى يمكن مش حاسس بها هي معدية عليك قول يا رب فكرني فكرني انا انا غلطت في حق مين انا جذبت على مين انا سرقت مين فكرني وخليني رد المسلوب عاوزين نكون كنيسة مقدسة طهرني من خطيائي طهرني من خطيائي طهرني من خطيائي قبل ما نسبح ربنا يا رب طهرنا وانت بتسمع الكلمات دي سيب الروح القدس جواك يقودك مرة تانية وينورك وينور ذهنك على حاجات صغيرة في حياتك انت سايبها عملة تاكل فيك وتدمر فيك وتتعبك لو قد انتهى النهاردة تستريح وتفرح وتعرف تسبح قلبا نقيا طهرنا طهرنا رب طهرنا نقيا طهرنا نقيا طهرنا صغيرة بروحك داخلي جذت سبول الحياة ظهرني من خطيات وأقود أنك خطاي وليكن فكر قلبي مردي أمامك يا الله ظهرني من خطيات مردي أمامك يا الله مردي أمامك يا الله وأنا ماشي في حياتي أحطه قدامي الشباب كطار بيحسوا أن الغش في الامتحان ده حاجة عادية أنا بقول لهم كده لما المرائب يكون جنبي ما بقدرش أغش لما المرائب يمشي وغش حاجة من الاتنين يا أنت ملحد ومقتنع أن ربنا مش شايفك فربنا مش موجود يا أوحش بقى أنت عارف أن ربنا شايفك بس محتقر حضوره وساعات كتيرة نحن ممكن نكون بنعمل كده وأنا بجزب على حد أنا محتقر ربنا إلا أنا مقتنع أنه هو موجود معي ونفسي النهاردة نحن نسبح ليس فقط نسبح ونفرح به ونثقف بس أقول يا رب أنت وحدك أنا سيمون هو بيقود فترة التسبيح كان بيقول الترنيمة دي وحدك يا يسوع وأنا لما كنت بحكي له القصة بتاعت الشخص اللي كان عنده اكتئاب حاد وبعدين شاورت على يسوع في حياته تبدلت كنت تشعر أيوة الكلمات دي مناسبة جدا لي بس مش بس على القصة دي إنما في حياتنا أنا مقدس لربنا لأنني شايفه قدام عناية طول الوقت محترم حضوره محترم موجوده وحدك يا يسوع عناية مش شايفة خيرك أمين منتيجة نهاردة نسبحه في الدقيقة الفضلة دقيقتين ثلاثة الفضلين خلي سيمون يخدنا كده لو ينفع نقول وحدك يا يسوع يبقى كويس لو مش هيوز بس عوزين نرفع يسوع وسطينا كده قل له وحدك يا يسوع هفرح بك وحطك قدام عناية وحعليك قوي 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 يا رب لأنك تستحق فعلا وحدك يا يسوع وليس سواك بحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش يسوع وياك لا حدش وياك ولا حدش ولا حدش وياك وياك انت اللي فادتني في هبومي وعزتني في لمسة واحتشفتني والنظرة صرت معاك واحدة يا يسوع وليس سعاد سبح البلد يا يسوع ولاحدش وياك بسحتي لدبوعي طمعت لك روحي بسحتي لدبوعي طمعت لك روحي حياتي وروحي سبحة في أعلى سمان سبحة في أعلى سمان واحدة يا يسوع وليس سواك بسحتي لدبوعي يا يسوع ولاحدش وياك ولاحدش وياك ولاحدش وياك دي نعمة غنية أعدى التالية دي نعمة غنية أعدى التالية أعطتها لهدية لما بيشي توياك لما بيشي توياك وحدك يا يسوع وليس سواك بحيبك يا يسوع ولاحدش وياك ولاحدش وياك تدعم يا هده يا هده يا هده يا غدر